بعد تهجيرها لأهالي حلب الشرقية وبعد احتلالها حلب مع ايران عادت موسكو لتلعب دور الوسيط في الازمة السورية وتظهر كأنها ليست طرفا من اطراف تلك الازمة بدى ذلك جليا بعد تقارب الروسي التركي وفتح باب العلاقات الدبلوماسية على مصرعيه لدرجة ان تلك العلاقات لم تتأثر بعد مقتل السفير الروسي لدى انقرة اندري كارلوف حاولت موسكو خلال الفترة التي اعقبت تهجير اهالي حلب الشرقية العمل على بلورة فكرة ايجاد حل لا لحلب وحدها بل للازمة السورية ككل بالطبع جرى ذلك مع شركين لها تركيا وايران بعد ان استبعدت او تجاهلت الولايات المتحدة فكانت ولادة اعلان موسكو الذي دعا الى ضرورة عقد مفاوضات سياسية وقف موسع لاطلاق النار في سوريا للتوصل الى حل سياسي وكان من بنود الاعلان ايضا ان لا حل عسكريا في سوريا اضف الى ذلك اختيار روسيا لمنصة تفاوض جديدة سيكون مكانها العاصمة الكزاخستانية الاستانة في مشهد بدى وكأنه خروج من ثوب جينيف الى دولة موالية لروسيا وهو ما اعتبره مراقبون تحدي من روسيا للمجتمع الدولي ولقراراته المتعلقة بسوريا وقف شامل لاطلاق النار باستثناء تنظيم الدولة وجبهة فتح الشام والاقرار بان لحل عسكريا في سوريا ووضع مسودة مبادئ لتنفيذ القرار الفين ومائتين واربعة وخمسين ثلاث نقاط اختصرت كافة الاتصالات الدبلوماسية السابقة التي سيركز عليها الاجتماع السوري السوري في الاستانة نهاية شهر يناير كانون الثاني المقبل متجاهلة بذلك ما قاله المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا حول استيناف المفاوضات في شباط فبراير المقبل اللافت في الاجتماع المنشود ضمان تركيا وروسيا له واللافت ايضا ان روسيا ولأول مرة تعترف بشرعية بعض الفصائل الثورية بينها احرار الشام وجيش الاسلام والجيش الحر وغيرها بعد ان كانت تعتبرها فصائل ارهابية بسط روسيا نفوذها على الارض ربما هو من ساهم في التأثير بطريقة او باخرى على تلك الفصائل خصوصا ان الاتفاق موافق عليه من قبل الاتراك لا شك ان هناك الكثير من العقبات ما زالت تعترض طريق الاستانة رغم الاتصالات المستمرة لحل تلك العقد وتحديدا تلك المتعلقة بالمشاركين في الاجتماع المنتظر فروسيا تريد شخصيات محسوبة على منصات القاهرة والاستانة وموسكو وكذلك تريد مشاركة الاكراد المتمثل بحزب الاتحاد الديمقراطي وشخصيات من النظام دون ان توجه دعوة للهيئة العليا للمفاوضات وهو ما رفضته انقرة التي تصر على ضرورة حضور الهيئة العليا وترفض دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ليبقى المؤتمر محفوفا بالعديد من العراقيل التي بدأت موسكو والنظام وطهران يضعونها حتى قبل ان يبدأ ليبدو المؤتمر اشبه بمسرحية تمارسها تلك الاطراف في سبيل وقده قبل ولادته خصوصا ان طاولة اجتماع الاستانة خالية من اي حديث عن مصير الاسد اشتركوا في القناة